اهلا بكم ومرحبا في كناتكم كانت رزا تشانيل وفيديو جديد عن مسلسنة اوتروك بابي قبل ما نبدأ حط لايك الفيديو سبسكرايب للشانيل شلل الفيديو ده كتير وفعل جرس اشعاطه عشان وصلا كل فيديو جديد تنزيله على القناة ويلا بينا نبدأ في الفيديو ده اتكلمكم عن انضمام جديد لمسلسنة اوتروك بابي وحقيقي مش فهمهما هيفضلوا ينضموا الناس لحد امتى بس ايش تحرم الحب جدا امبارح فريق عمل مسلسنة اوتروك بابي اعمل احتفال بعيد من الاتقلتشن اللي بتكون بدور ميلو وواحد من طاكم العمل من فريق التصوير واجتمعوا كلهم من اجل الاحتفال بيهم ونشروا سطولة عن اللحظات دي طبعا احنا كفانزة عربي بنسيب كل اللي بيحصل بنركز في الباكجراون بتاع المشهد نفسه عشان نشوف لو في حاجة جديدة حاصرت وفعلا كانوا مجتمعين في منزل ايه ده وبدأوا كمان في تصوير الحلقة التسعة عشرين ولم ركزت في الفيديو قوي لقيت ان ظهر الممثل سرب اللي هو صديق هندا من مسلسل بنات الشمس وكانوا اصدقاء لكن مش close friends قوي يعني لكن كانوا اصدقاء عاديين وكمان اخر اعمال للممثل سرب كان مسلسل السيد الخطأ واحد على الكنبل في بيت ايه ده في موقع التصوير وكانت ألتشن اللي بتكون بدور ميلو قاعدة جنبه فمن الواضح ان هو هينضامر المسلسل لانه لو كان بيزرهم بس ما كانش هيكون قاعد في بيت ايه ده وقت التصوير وكان هيكون قاعد في الكرافان مثلا واللي عايز اقوله من هو مش close friends مع هندا يعني هما مش شحاب قوي لدرجة ان هو يجي زورها في موقع التصوير فوضح ان ده هيكون الدمان جديد للمسلسل وخلال ايام هنشوف تصريح رسمي ان الممثل سرب نضم للمسلسل وحتى الان ما اعرفش طبيعة درو ايه او هيكون من الاشرار او الطيبين في المسلسل يعني ما اعرفش هيكون تابعة لجدة ولا تابعة ايه ده وميلو عايز ايكم تكتبول في الكومنتات تتوقعوا طبيعي الدرو هتبقى عاملة ازاي وفي ملحوظة ان التلع لايف وقال ان كل طاكم العمل مكتم جدا ومش بينشر ستوري زي الاول عن كواليس المسلسل لان هما مش عايزين يسربوا اي مشهد من الحلقة التسعة وعشرين لان هو هيكون حلقة كمبيلة جدا فانا اتحمست من دلوقتي وعمل اقول لا انا مش عايز الحلقة التمانية وعايزة التسعة وعشرين تيجي على طول ما تنسوش تعملي فرع عن استجرام واكتبلي في التعليقات رأيكم ولو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم بس كي يكون الفيديو خلس ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب تفعيل جرس اشارات اشياء وصالوا كل فيديو جديد بنازلوا على القناة باي باي